السلام عليكم و مرحبا بكم معادي في قناة ام اسلام احمد كيف تم مالبس عليكم اتمنى ان شاء الله تكونوا باخر و على خير اليوم اجدنا معكم شصون بالعجيم و الورق اليوم انا عملت معكم العجيم و الورق اليوم انا نعمل معكم الحشوة اللي الزعلة وسهلة محتف الملقى صراحة رائعة و هذه المقادر و طريقة تحضر مع بعضهم في حالك تشوفون هنا مقلاء فيها شفية الزيت اعملت ستر ديال الجاج اعملت هنا يا جوج دروس ديال تومة اعملت شوية الكامون شوية الملحة شوية اللي بزار و شوية ديال المعد نوز في حالك تشوفون سوف نحرك مزيان هاد المقادر حتى ينسجموا مع بعضيتهم و غدين نغطي الجاج ديالي بشي يعني بشيغضة حتى يطلق الماء باش كيرطف ديكلمة ديالو عاد كنخليه يتشحر مزيان و كينشف من ديكلمة سوف نجد بشامل ديالي لغادي نرفقه مع الجاج بحالك تشوف دوت محلقة ديال الزبدة مع محلقة ديال الطقيق ديال الفرس ديال الطحين ديال فرس معلقة كبيرة طبعا عمره زيت عليها نص سيدرو ديال الحليب وبنسبة النكهة يعني كل واحد كينكها باش مبغا ولكن النكهة ديالي اعمل انا صراحة دياله مزيونة مهم اعملت هنا شوية ديال الملحة حليك تشوفو شوية ديال يبصر و غادين نحرك مزيان حتي نسجمو لديك العناصر زيت واحد جوش دروس ديالتو محكوكين و عاد غادين نضيف دابا شوية ديال شوية ديال قوزة عاد ضيفت جبن يعني قوزة مظهرت شيف المقادر و عاد هنا بعد ما طبلي الجيش ديالي في حاليك تشوفو خليته حتى تشحر مزيان وتشرب يعني ذيك المديالو ضيفت عليها بشامل بعد ما اشتت هادي نخلطه مزيان مع هادا جيش ديالي بشامل مع الجيش هادي نخلطه مزيان حتى ينسجمو و يحيي ديك الزيت اللي كيبن في الوجه يعني ما يبقى شيدهر سافيدك ساعدين خليها حتى تبرد عاد غادي نعمره بياحنا يا اللي عجين ديالنا اول غادي نعمره بها شوصون ديالنا و صراحة دلات الحشوه كتجي غزاله في الماداق وسهل يعني ما كديشي ما قادر بزاف حالي شوفتو حتى ديك الجبن اللي كان عملوله كيعطي صراحة دلات ماداق و كيجيبها عقدة يعني كيعقدنا الحشوه ديالنا مهم هنين بعد ما بردت شوفو انا هنين كنت هادين بده نعمر و تارين صور معاكم شوفو هنين بعد ما بردت و عقدت صافي هنين يطلقت العاجة موراق ديالي فحالي كتشوفو قطعتو دوائري هنين غادي نخطبو غيشوصون عاديين كل واحد غادي يخدم بطريقة يعني اللي كيرتاح فيها او لا بطريقة اللي كتعجبوه صافي هنين طويت ديك الجوانيب ديالي باش ما يتعجلي شي اه العجينة ديالي مهم اعملت هنين هالحشوه فحالي كتشوفو جيبت هنين هاد جوانيب ديالي داروري سنعملو لهم الماء دوارتها كاملة بالماء باش ما اللي كنشدو هكا تلصق فحالي كتشوفو صافي غادي نلصق انا هاد شوصون ديالي يعني مزيان باش ما تخرجنش الحشوه صافي هنين غادي نطويها فحالي شوفو غادي نتبت يعني الضرف الفوقاني على تحتاني غادي نتبت مزيان وغادي نجيب غادي نتشيك اولا غير فورشيطة وغادي نزوق حال هكتا وصافي يعني ما غانا ملشي شي زواقة لحسب يعني باش ما تدليش الوقت يعني ما كانش عندي الوقت تعملت غي هالطريقة صافي غاستمر حتى نكملهم الحبة اللي عندي كاملين او الكمية اللي عندي هنين هادين بعد ما كملتها عملتها في اللاطا صافي هنا اعملتم كاملين في اللاطا دهنتم ببيطة مطربة ودخلتم الفراد شعلت عليهم من التحت حتى يتنفخوا وعدكن حمرهم وهذا هو الشكل نهائي ديالهم في حالي كتشوفوا صراحة الله كيجو مزيوني بزاف وكيجو مفوشينا لحسب العجينة مخدمة بوحد طريقة غزالة اتمنى ان شاء الله ترجعوا الفيديو اللي قبل شوية وغادي جبروا العجينة وتجربوها وتردوا عليها ان شاء الله يا ربي شكرا على المتابعة ديالكم وللي خطيكم عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم